بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام لديه حجرة بجانب المسجد النبوي لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحجرة أخرى لسودة رضي الله عنها هذه الحجرة تقريبا طول هذه الغرفة متر ونصف في متر ونصف لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي ويسجد لا يستطيع أن يسجد إذا كانت عائشة نائمة في الغرفة حتى ترفع رجليها من ضيق الغرفة لم تتغير هذه الغرفة منذ أن هاجر إلى أن توفي حتى عندما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم الأموال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير هذه الغرفة من الثمان أنه مرتفع إلى أن توفي حتى أنه مرادل حتى لو كانت الميزة لقد حدثه إنه ميزة لقد أطلقه موسيقى موسيقى